الشي اللي يثبت الحمد لله هو هذا كان أشياء ثبتت الآن وهذه مهمة ومهمة جداً أيضاً للحقائق والتاريخ ما هي هذه الأشياء؟ من بينها أتنوري لكم واحد شخص ولكن البعض منكم يعرفوه وبعض ممكن ما يعرفوش لكن صراحة ما كنتش سمعت له هذه الأغنية لكن تؤكد الرأي العام السائد هذا الشخص منعوه من الخروج خلنا نشوفوه شي يقول موسيقى 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 هذا يسمى لمن لا يعرفوه يسمى جمال الحلو اللي نتأكد فقط لأننا في الحقيقة يسمحوا ليخوتي أنا لا أتابع كثير الأمور فالشي الجميل في الموضوع الشي الجميل عبد الرحمن الحلو عفوا مش جمال الشي الجميل في الموضوع هو كان هذا كان أخونا عبد الرحمن الحلو هذا بش يقوم بجولة فنية دولية في عدة مدن منها باريس ونيويورك وموريال الشي الجميل أنهم عرفوا نفسهم لأن علش أعتقلوه أعتقلوه على أكيد أكيد على جان هذا الغنية دعونا نسمعوا الجزء الأول منها حرقونا شماية حرقونا حرقونا أولاد الحرام حرقونا حيين حرقونا القفبيين يا رحمن حرقونا وحرقوك معانا ربي رحمك يا جمال ربي رحمك يا جمال في الماء يوسي داني 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 عبد الرحمن الحلو من منطقة القبائل عبد الرحمن الحلو بهذه الأغنية أو النشيد أو سموه كما شئت الحقيقة يؤكد ما يعرفه الأحرار يؤكد ما قلناه يؤكد وقيل لي مع بعض أخوانا اللي يسكنوا في منطقة القبائل ما فيش واحد في منطقة القبائل لما الناس تهضر الحرق ما يقول لك دارها جبار مهناء وناصر الجن والبعض يزيدوا معهم عم بقادر أي تورابي جنرال حساد يقول لك هذول اللي يحرقونا هذول هم اللي يحرقوا البلاد نعم كان كين جزء حراية طبيعية اللي هو يحدث تقريبا كل سنة لكن أن يموت الناس بالمئات منهم أكثر من مئتين وخمسين في منطقة القبائل وعشرات في جيجل وتبسة والطارف وعنابة وقسنطينا ومرداس وتيبازا إلى آخره حتى المنطقة الغربية لكن التركيز طبعا كان على منطقة جيجل منطقة القبائل وإلى حد ما الطارف وعنابة وكانت حرايق مرعبة باش يوقفوا الحراك باش يرعبوا الناس الآن أصبح من الثابت أن اللي قام بهذه العمليات هي المخابرات الإرهابية واللي نفذ شخصيا وخطط هو جبار مهنة ولد لربعنا ثراثا لكن ما شفعتش لربعنا ثراثا وكانت من أكثر المدن احتراقا كل اللي في المنطقة أكدوا لي أن الناس كلها بل أن هناك من أكد لي وقالوا لي باللي بعثوله للأسرة واللي قرب منهم هكذا اللي حاملين قرب منهم وقالوا لهم لو كني عاودي ديرها كان هذا في بداية الصيف اللي فات قالوا كني عاودي ديرها هذا العام نحرقوكمو نروحو نحوسو إليه فطبعا الحراق هذا العام كانت خفيفة إلى حد كبير في الجزائر ككل وفي منطقة القبائل خاصة كانت خفيفة مقارنة بحراق 2021 إذن هذا هذا الفنان منعوه من الخروش اللي بعث لي الموضوع قال لي تأكدوا أنهم هم ووش راي يقول عليهم هم لأنه هذا الرأي العام مهم جدا عندما تترسخ خشياء في الرأي العام خلاص لو كان يجيبوا جرافيل والمنظيفات على الأرض كلها ما يقدرش نطفروا كان يجيبوا صابون والشامبوين على الأرض كلها ما يقدرش نطفروا وحهم مما يقوله الشعب وهو أن حلائق 2021 الجزء الأكبر منها كان بتخطيط المخابرات الإرهابية لكسر الحراك لضرب الحراك وأحداث وفق نظرية الصدمة والرعب ومليح أن يريد أن يقرأ على هذه النظرية يقرأ لكاتبة أمريكية سمى كلاين وراه مترجم هذا كتابها وقد ترجمها لعدة لغات وأعتقدها موجود في الأنترنت الصدمة والرعب هذه النظرية ليطبقها الاستعمار ويطبقها الاستبدال طبقها القوى قوى الاحتلال وطبقها وكلال استعمار دائماً أخلق صدمات باش ترعب الناس حتى تستطيعوا إعادة الهندسة منتاحهم منتاح أذكارهم منتاح أماقولاتهم وحتى تتمرى سياساتك وتوقف أشياء إلى آخرها